موسيقى مصر الخير الاستشارات في ساحة النجم والمشاورات في حارة حريك أما جوقة التغريد فانعقدت على خط الرابي معراب فعلى مرمى ساعات من استشارات التأليف كانت ساعات من المشاورات بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه برري ما كشف من اللقاء تسريع الخطى لتأليف حكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيحة ومقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية والعمل الجاد لمحاربة الفساد وكلها عناوين فطفاضة على حكومة منتظرة كنيت بحكومة الوحدة الوطنية لكنها في الأصل ستكون كسابقاتها صورة لمجلس نواب مصغر ومصطلح الوحدة الوطنية حمال أوجه وجسم لبيسة بعدما تحول مجلس الوزراء بأغلبية مافيا الحكم المشاركة فيه إلى شريك أو شاهد زور في استباحة وهدر المال العام وتشجير الأمن وبعض القضاء لكم الصوت المدني المعارض وعلى الوحدة الوطنية نفسها استعرت الحرب الافتراضية بين القوات والتيار وجردت الأخوة من قرابة التفاهم لكنها حرب لن تتخطى التغريدة وتقف عند حدود رفع سقف المطالب للحصول على أكبر عدد من الحقائب في حرب تويتر استحضرت لعبة الأحجام وكل تمسك بحجمه لفرض شروطه والدفاع عنها بأسلحة من مستوى الإلغاء والعزل والتهميش افتتح الردح في الوقت المستقطع لتصريف الأعمال وزير العلام الحمرياشي مستعينا بنمرود بابل فالتقط وزير العدل سليم جريصاتي السهمة ليطلقه من جديد قائلا فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك رياشي رد على الرد لكن قوة الإسناد جاءته من النائب فادي كرم الذي وصف جبران بسيل بالمهزوم ولو استمرت حفلة الزجل لتحولت من أخيك إلى بيه أأوى من بيك وإذا كان منطق الأحجام هو سيد الموقف وكل بحسب حجمه يضع شرطه ما على من يرسب في امتحان الأحجام إلا أن يولي وجهه ناحية المعارضة بدلا من البكاء على أطلال شعارات العزل والإلغاء وفي مساحة المحلية مأخوذة بحرب التغريد ثمت من يعيد ترسيم حدود العلاقات في منطقة منزوعة السلاح حيث ما إن التقت الكوريتان حتى استدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكانه معلنا أن لقاءه نظيره الكوري الشمالي المحدد في سنغافورة لا يزال قائما ترامب ذاهب إلى عقد اتفاقيات مع شبه الجزيرة الكورية بعد فك ارتباطه بالاتفاقية النووية الإيرانية وتهران استمهلت أياما لتسوية موضوع الاتفاق أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيقول إن أمريكا لن تتضرر فيما لو عادت إيران إلى المربع الأول ما قبل الاتفاقية وإن هي هددت فتهديدها سيقتصر على المدى المتوسط لا الطويل وعليه فإن ترامب قد وضع الاتحاد الأوروبي في عين العاصفة النووية ليخوض الحرب الأمريكية بالنيابة ترجمة نانسي قنقر